وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة حيث جرى بمدينة المكلاء الاثنين الاجتماع الإشهاري لفرع نقابة الصحفين الجنوبيين بمحافظة حضر موت بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس العام بالنقابة والسعرض عضو المكتب التنفيذي المشرف على تأسيس فرع النقابة بحضر موت سالم على الشاحة الجهود التي بذلت في عملية اختيار أعضاء الفرع وبالتشاور مع بعض أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس العام والتي أفضت إلى ضرورة أن تكون عملية التوزيع تتناسب مع مناطق حضر موت وجغرافيتها وأن تعطى للمرأة حصتها وكذا الشباب على أن يتم مراعاة ذوي الخبرة وإعطائهم حقوقهم في التمثيل وفي الاجتماع أعلن رئيس أعضاء النقابة الصحفيين بحضر موت واختير فاروق أحمد العكبر رئيسا وعوض سالم ربيع نائبا ومحمد سعيد باحفين نائبا للرئيس رئيس لجنة الوادي والصحراء بالإضافة لاختيار عدد من الأعضاء المسؤولين لعدد من الدوائر وعقب الإعلان عن أعضاء النقابة والتصويت عليهم أكد رئيس نقابة الصحفيين الجنوبيين بحضر موت فاروق العكبر على أهمية العمل الجماعي بالفرع لإنجاح المهام المناطة به وإبداء استعداد قيادة الفرع بالعمل خلال الفترة القادمة لتحسين أوضاع الصحفيين والإعلامين بمحافظة حضر موت وتسهيل الإجراءات لحصولهم على عضوية النقابة كما أعلن عن بدء استقبال طلبات العضوية للصحفيين والإعلامين بحضر موت ونحن اليوم نضع اللبنة الأولى في هذا الاتجاه بحيث يكون فرع النقابة في حضر موت مطلعا بمهامه واجباته المقبلة ونركز كثيرا على مسألة البيانات للصحفيين والإعلاميين وبناء قاعدة معلوماتية مرتكزة على وثائق مقدمة من قبل عضاء النقابة والله حاليا نحن لازلنا في طور الإعمال وإن شاء الله الأمور ندرسها ونخرج بحلول إن شاء الله ونخرج بأمور كثيرة في هذا الجانب المعروف الجانب الإعلامي والصحفيين يحتاجون الكثير من العمل والكثير من الصحفيين يحتاجون الكثير من البطائق والعضويات والاستمارات في هذا الجانب